لا صوت يعلو فوق صوت القانون على مبدأ العدل وقياس الفصل بين المختلف فيه يبدو القضاء العراقي بكلمة القانون وحدها الناهية لأي خلافات بين السلطات السياسية في الدولة لتنهي جمعية القضاء العراقي جدلا لربما يؤثر نستمر في مصير البلاد بيان قدمت فيه صلاحيات السلطة القضائية في البلاد محذرة أنه ليس من مصلحة البلاد في الظرف الحساس الذي تمر به وجود خلافات بين السلطات مؤكدة في بيانها أن إصدار التشريعات التي تخص سلطة القضائية من قبل البرلمان لا يعطيه الفضل على باقي السلطات رسالة على مبدأ الاستقلال القضائي الذي يمتد إلى وجوب احترام ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات وتنفيذها يتمثل الدور القضائي بأنه الذي يمنح أعضاء مجلس النواب شرعية عضويتهم من خلال تصديق نتائج الانتخابات وله إلغاء عضوية أي منهم في حال فقداني شروط العضوية إضاح بلهجة فهم الأمور بنصابها الصحيح مع تأكيد إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والحفاظ على استقلاله مع حتمية تنفيذ الأحكام القضائية الذي يعد مظهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء فلا يجهز لأي جهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام بشكل كامل يبنى هذا المنطق على أساس علو السلطة القضائية وفقاً لما يصدره أعضاؤها وهيئاتها من قرارات وأحكام واجبة النفاذ على الأفراد والسلطات كما يحق للقضاء بحسب بيان الجمعية أن يبسط الرقابة على أعمال السلطة التشريعية لتأكد من مدى موافقة التشريعات التي تصدرها للدستور ولها سلطة الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي وإلغائه أيضاً توضيح مباشر لإنهاء أي جدل قد يخلط الحابل بالنابل تماماً كما هي دول العالم المتقدم التي يكون للقضاء فيها الكلمة الفصل المستقلة عن أي خلافات سياسية